لم تعد مهنة سباكة حصراً على الرجال بعد أن اقتحمت لاجئات سوريات هذه المهنة من أوسع أبوابها وأنشأنا مركزاً نسائياً بالكامل يقدم خدمات التمديدات الصحية للمنازل في خطوة كسرت نظرة العيب بمجتمع محافظ سفاء إحدى تلك النسوة التي ضربنا ثقافة العيب بالحائط وأسست مع أربع أخريات مركزاً حرفياً مختصاً بالسباكة يعد المركز النسائي الأول لهذه المهنة عملهن هو مصدر رزقهن الوحيد خصوصاً أنهن لاجئات هربنا من الحرب في سوريا ليجدنا أنفسهن هنا بلا معيل المسؤولية كلها ترتمت علي الصعوبات من لنا تقريباً خمس سنين نفس الصعوبات عم نواجهها ولحد هلأ هلأ الارتكاز كله علي كوني أنا مسؤولة عن أسرة ومسؤولة عن أولاد ومسؤولة عن زوجي كمان أنه هي شغلة ما لا سهلة أنا بعتبره بالنهاية أنا ما لعب أنا كثير حبيتها الشغلة وصارت بداخلي وبحس بتفاعل معها تلك الأيد النائمة كونت علاقة وطيضة مع هذه المعدات القاسية علاقة عكسية ما بينهما نتج عنها عمل متقن كأن من يفك الأنابيب ويركبها الرجال قسوة مهنتهن لم تكن بحجم قسوة اللجوء فالعزيمة ذللت الصعوبات أمامهن ليصبحن متمرسات ومحترفات لتلك الأعمال القاسية بعتبرهم رائدات بالنسبة لي لأنهم يعني وصلوا لمرحلة أنهم يشتغلوا في هذا المجال الصعب مش سهل كسيدات ونجحوا فيه وبتوقع أنه حيكون لهم مستقبل على مستوى يعني المملكة رائع ورائد بأي مجتمع واعي لازم يؤمن الرجل أنه المرأة شركة بكل شيء بالمجتمع وهنا عم يتحدوا ثقافة العيب يعني أنه هاي المهنة مختصرة على الرجال فهنا يعني تحدوا أنفسهم تحدوا الناس وعملوا بهذه المهنة وأثبتوا وجودهم وجدارتهم وهنا فعلا مميزين ثورة في سوريا أجبرتهن على اللجوء وترك الوطن وثورة من نوع آخر قادتها تلك النسوة كان هدفها إسقاط صورة المرأة التقليدية وإعلاء صورة أخرى أكثر وضوحا للمرأة الشريكة المشاركة في بناء الأمم والحضارات بيدها التي تصلح السباكة تقدم المرأة العونة لعائلتها تؤكد بأن المرأة كانت منذ الأزل ولا تزال أستنت في كل الظروف والأوقات لأخبار الآن دانيال معيطة محافظة إربت